موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الأخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة سنناقش هذا اليوم استمرار جرائم الاحتلال ضد المدنيين في غزة والتحول الدولي نحو ضرورة إقامة دولة للفلسطينيين تحت ضغط ضربات المقاومة التي أسفرت في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة عن قتل أربعة وعشرين ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونبدأ اذا المشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد ونرحب بضيفينا عبر اسكايب من الضفة الغربية جاد إسحاق مدير معهد الأبحاث التطبيقية حياكم الله استاذ جاد وكذلك عبر اسكايب أهلا بكم وعبر اسكايب من اسطنبول سيد سامر عوض الكاتب والمحل السياسي الفلسطيني مرحبا بكم استاذ سامر إذن لو ندى استاذ جاد مصادر في جيش الاحتلال إذن أكدت حتى الآن قتل أربعة وعشرين ضابطا وجنديا في أربعة وعشرين ساعة مضت وذلك في خان يونس وهو ما جعله يوما أسود عليهم منذ بدء الاحتلال على حد وصف أيضا يائير لبيد وهو من المعارضة في الاحتلال ما أثر تلك الضربة برأيكم في الشارع لدى الاحتلال عموما في الكيان المحتل أعتقد أن يوم أمس سيتم تقرار كل ما بقي الاحتلال في قطاع غزة والمقاومة مستمرة في قنص آليات الاحتلال وجنود الاحتلال وهم عليهم أن يدركوا أن حماس هي جزء من النظام السياسي الفلسطيني ولا يمكن محوها وكل أهداف العملية العسكرية كما كان يقول نتنياهو هي سقطت على يد المقاومة وعليهم الآن أن يبدأوا بالتفكير جديا في كيف يخرجون من المستنقع الذي وضع الجيش الإسرائيلي نفسه في القطاع وبالتالي سنشاهد من الآن فصاعدا تظاهرات أكثر وفعاليات أكثر في داخل إسرائيل لتقول أنك يا نتنياهو لم تستطع أن تقدم لم تستطع أن تفرج عن مخطوف واحد ولم تستطع أن تحقق أي شيء من كل ما ذكرت لنا وأنك أنت عبارة عن إنسان عقيم سياسيا لن تتحدث بالكثير ولكن لا يوجد ما تستطيع تقديمه لنا ولن تستطيع إعادة المخطوفين ولن تستطيع قتل فكرة الدولة الفلسطينية والحل السياسي الذي أصبح الآن على كافة دول العالم أصبح هو الحل الوحيد المطروح حاليا إذن أستاذ سامر عوض بعد تحية وتكرار تحية لكم مستشفى سوروكة مثلا داخل الكيان المحتل استقبل أكثر من 2600 مصاب من جراء ضربات المقاومة حتى الآن طبعا هذا منذ بدي الحرب هذه الأقام تتحدث عن مستشفى واحد حسب ما أعلن هل لا يزال الشارع لدى الكيان المحتل يصدق بما يعلن له بمعنى هل هناك أزمة ثقة بين الحكومة ومواطنيها في الداخل الصهوني؟ يعني في البداية مسؤولا وللجميع التأكيد يعني فقرأ المشهد السياسي داخل الكيان المحتلال فإننا نتابع الإعلام الإسرائيلي كأدام أصبح لا تؤتي ثم أرها أمام تحريك الرأي العام الإسرائيلي لعدة أسباب أولا ما حدث بالأمس أستاذنا الكريم وعبارة عن رسالة لا يمكن تكذيبها بحقيقة المعنى يعني الحدث الذي كان بالأمس لم تصدر كتائب القسام أو حماس أو الفصال في غزة وعبارة عن حدث حدث وتم الإعلان عنه من قبل الحكومة واليوم أصبح الجميع يدد حظه عليه بمعنى هناك خطر أصبح اليوم يتشكل داخل المجتمع الإسرائيلي على ثلاثة سيارات السيار الأول وهو سيار الذي أصبح يتأكد بطبيعة الحال أنه ليس هناك جدوى حقيقية من هذه الحرب بعد 110 أيام من هذه الحرب وبالتالي نحن ندخل في مقامر سياسية الثيار الثاني وهو سيار المعارضة الذي تدخل به حسابات المنافسات السياسية ويتمثل في رأي بن لبيد الذي قال الآن يجب أن يتم حجب الثقة وأيضا صرح لبرمن بالأمس عن موضوع قضيلا على الكنيسة التي تتطع عن هذه الحكومة الأمر الثالث وهو الاتجاه الثالث واتجاه نتنياو الذي بصفة السياسية وبصفة الحاكم السياسي اليوم لمجتمع الاحتلال فهو الجدوى الحقيقية من هذه الحرب وتطويل عمر الحرب حتى يبقى نتنياو في الحكم وبالتالي الخسائر التي يدفعها الاحتلال اليوم هي خسائر من أجل أن يبقى نتنياو على الكرسي ما تفضل به ضيفك الكريم على سؤالك وإجابة عليه ستكون المظاهرات أدتها أعلى وبدأت بالظهور لم نشهد منذ مئة يوم تدخل عنيف بالقبل أهالي الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كما شاهدناه في اقتحام اجتماع المالية بمعنى اليوم هناك خطر آخر داخل المجتمع الإسرائيلي أهالي محتجزين يتظاهرون أهالي المناطق الذين رحلوا منها إلى الفنادق في خلاف غزة وفي المنطقة السياسي مالية يحتجون اليساريون داخل مجتمع الاحتلال يحتجون على عدم جدوى الحرب وقضية انهيار السم على الاحتلال بسبب حكومة اليمين والأخطر اليوم معنويات الجيش الذي تتحطم اليوم ورأينا الإعلام يتحدث عن قضية أن هناك جنود تبتسريحهم من الخدمة في قطاع غزة في الأسبوع الماضي أصبحوا يعلقون يافقات على سياراتهم من أجل المطالبة بإخراج زملائهم من حقيبة الموت أو من رمال الموت كما أطلقوا عليها في الإعلانات بمعنى اليوم ينقلب السحر على الساحر نتنياهو الآن يواجه مصير صعب في الأيام القادمة وسنرى في الأيام القادمة نوع من الانقلابات السياسية قد تكون إما بحجب الثقة أو قد تكون كما تحدث لدينا عن قضية انتخابات مبكرة وقد تكون مطهرات كبيرة كما رأيناها بقضية الانقسام على قضية التعديلات القضائية التي قام ربها نتنياهو داخل المجتمع لكن أيضا بالمقابل أستجاد هناك يعني الرد أو تزداد وطيرة الاعتداءات الصهونية في هذه الأيام بوحشية آخرها ما تم من قصف مقر الأحمر في خان يونس في مقر خان يونس حيث قصفت المدفعية ونحن في اليوم المئة بعد مئة وتسعة أيام وهذه الوحشية للاحتلال تأتي على الرغم من كل التنديد الدولي بإيقاف هذه الحرب كيف تفسرون ازدياد وطيرة هذا العضوان واضح جدا أن هذا الاحتلال يريد أن يظهر نفسه أمام الشارع الإسرائيلي بالزبط يعني نتنياهو أنه كما كان يصب نفسه أنه ميستر سيكوريتي هو رجل الأمن وهو الذي يضرب وهو الذي يفعل ما يريد وأنه هو يقول لا ويستطيع أن يقول لا لأمريكا وهو ولكن الأخبار تقول عكس ذلك مثلا ما تم نشره قبل يومين بأن أنهم استخدموا الغاز السام وقتلوا ثلاثة من الجنود المغطوفين يعني أولا استخدام الغاز السام هذه جريمة جريمة ماذا ماذا فعل العالم عندما اتهموا بطلانا وزورا اتهموا سوريا بأنها تستخدم الغازات السام وقامت الدنيا ولم تقعد لماذا لم يتحرك العالم ليقول لإسرائيل أنتم استخدمتم الغازات وقتلتم رجالكم ماذا سيقول أهالي هؤلاء هؤلاء الجنود نتنياهو يتبجح وأنه عندما حاول بايدن تلطيف الأجواء ويقول أنني لم أسمع من نتنياهو رض مطلق وأنه يمكن أن يكون هناك تقبل من نتنياهو لحل الدولتين خرج يوم السبت وأعلن في مؤتمر صعبي أنه لا يقبل بدولة فلسطينية نتنياهو نفسه عندما كان في الأمم المتحدة أظهر خارطة قال أن دولة إسرائيل هي تشمل كل الضفة الغربية من الضحر للناغر ولم يقل له أحد أن هذا تشويه للتاريخ تشويه للشرعية الدولية هي ضربة لجميع دول المشاركة في الأمم المتحدة ولكنه استطاع أن يبرر هذا ويقول أنه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ولكن ثبت أن هذه عبارة عن مقولة زائفة إسرائيل ليست دولة ديمقراطية هي دولة إثمقراطية 20% من شعبهم فلسطينيين ليس لهم أي حقوق وهناك حالة أفارتايب تعيشها إسرائيل وآن الأوان لوضع حد لهذه الدولة الماركة أنا الأوان لوضع حد إذن أستاذ سامر ولكن الجانب الإنساني يعني لا ينتظر الجانب الإنساني الآن سيء كل لحظة تمر يعني يزداد سوءا أكثر وفي خضم ذلك في أثناء اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني ناقش في هذا الاتصال أهمية زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة هل تره تحولا حقيقيا في دعم المواقف ضد الاحتلال بصورة جدية أم أنها هذا الاتصال يأتي في سياق الاستهلاكات الإعلامية لا أكثر يعني أستاذ الكريم الشيطان لن يصبح ملاكا بايزن وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية شريكة في الجريمة التي تقوم بها دولة الاحتلال في قطع غزة بمعنى المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني يعانيها بسبب هذه الدول وبسبب دعم هذه الدول والغطاء الذي تمنحه سواء عسكريا أو سياسيا ورأينا كيف تمد بالسلاح الذي يقتل به الشعب الفلسطيني ورأينا كيف تمد بالمواقف السياسية التي تمنع وقف الحرب هذه التصريحات تأتي في سياقين السياق الأول وهو السياق التخفيف الإعلامي من الضغط والرأي العام العالمي الذي الآن أصبح يحرك الشوارع ويسقط الصمعة الاحتلال وصمعة هذه الدول التي تتعم جرائم الإبادة بعد أن أصبحت جريمة الإبادة الآن أمام محكمة العاد العليا كأعلى هيئة قضائية في العالم وبالتالي لا يمكن أي بروفوغاندا سوداء أن تغير هذا الموقف وهو الأنضي الثاني والأخضر من ذلك أن بايدن الآن على شفى جورو في نهار الآن هو الآن ينتظر مصير بالسقوط إذا ما دخل بالانتخابات وبالتالي الحزب الديمقراطي الآن سيبحث بديلا عن بايدن لأنه أصبح بشكل خطر على استراتيجية الحزب في قضية ما حدث ما بعد 7 أكتوبر وبالتالي الانتخابات الآن ستكون حارجة إذا ما بقي بايدن بالنسبة للحزب الحزب الديمقراطي بمعنى هذا جزء من الاستهلاك الإعلامي من أجل فقط أن يظهر بأنه إنساني وأن هذه المساعدات يجب أن تدخل بحكم البعد الإنساني لكن في حقيقة الأمر الشاحنة التي تدخل لـ 2 مليون فلسطيني محاصر داخل قطاع غزة يقابلها أطنان من المتفجرات تلقيها أدوات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال على هذا الشعب المحاصر منذ 17 عاما بمعنى إذا ما تحدثنا عن الحال الإنساني الكارثية في داخل قطاع غزة نتاج 109 أيام من العدوان والمتفجرات والإبادة والقتل والتدمير في كل مناحي الحياة فإننا نتحدث عن أن هناك حاجة حقيقية وملموسة لحراك دولي وشعبي في كل العالم من أجل الضغط على إدخال المساعدات لا أن يتمنن بها بايدن بعد أن قتل 25 ألف فلسطيني وشارك في قضية التغطية على الجرائم ومنع وقف الحرب الحقيقة أن إذا ما أراد بايدن أن يظهر حسن نية الشعب الفلسطيني فعليه أن يجبر ويلجم دولة الاحتلال الكلب الآمن لمصالحه في منطقة الشرق الأوسط عن قتل الشعب الفلسطيني الذي يعاني الاحتلال منذ 75 عاما غير ذلك سيبقى ضمن الاستهلاك الإعلامي الذي أصبح فقط اشترارا ونسمع كما يقال نسمع صوتا لكن لا نرى ضحنا أيضا في نفس السياق أستاذ سامر في ضمن هذا الحراك لنقول الرسمي الدولي تصريح لوزيرة خارجية الفلندية أكدت فيه عدم وصول المساعدات إلى أهل غزة أو سكان غزة وأن هناك يعني من يريد قتل شعب غزة عمدا كيف تقرأ هذه التصريحات ما الذي يمكن أن تقدمه هذه التحركات أو التصريحات الرسمية الدولية لإيقاف نزيف سكان غزة سأعود إليك مرة أخرى تفضل السيد جاد يعني الموقف الفلند واضح وصريح أن المساعدات الإنسانية لا تصل وإذا وصلت فيتصل بعشرة في المئة من متطلبات واهتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبايدن لم يوافق حتى الآن على وقف اطلاق النار وبالعكس هو يقول لا لوقف اطلاق النار إذن ماذا يتحدث هو يتحدث بمساعدات إنسانية وهدنة وهدنة طويلة وهدنة قصيرة ومبادرة نتنياو هذه غير مقبولة المطلوب حاليا بشكل واضح وصريح هو أن يتم إعادة أو تزويد المساعدات الإنسانية للشمال والجنوب ولكافة مناطق في قطاع غزة بدون أي تدخل إسرائيلي ثانيا أنا لا أرى هذه الدول الكبيرة التي تقول أن لديها كل الإمكانيات أن لا تقوم بإرسال هذه المساعدات عبر الطيران خلي إسرائيل تسقط طيارات فنلندية خليها تسقط طيارات أردنية طيارات جزائرية طيارات ليبية خليها تسقط طائرات مساعدات عربية إسلامية غربية لبرالية لماذا لا يقوموا بذلك لماذا ينتظر الموافقة الإسرائيلية على تقديم المساعدات هذه حاجة إنسانية طارئة يجب أن تصل إلى المواطن الفلسطيني وأن لا يكتفوا بمجرد أن إسرائيل تقول لا ولماذا لا يفتح معبر رفح ما علاقة إسرائيل بمعبر رفح معبر رفح هو معبر فلسطيني مصري ولا يخضع لأي اعتبارات أخرى معبر فلدلفي تريد إسرائيل السيطرة عليه لماذا على أي أساس ما هي الشرعية التي أعطتها العالم لإسرائيل لأن تقوم بالتحكم في معبر فلدلفي نعم من هنا أيضا أستاذ سامر ما يحدث في الداخل الصهيوني منذ يومين وزير دفاع الاحتلال حاول اقتحام مكتب نيتنيو بحسب شهود داعيان كاد الأمر أن يتحول أيضا إلى اشتباك بالأيدي ما الذي يحدث في الداخل الصهيوني هناك عدة معارف داخل الكابينيت الذي يفود الاحتلال وحرب الاحتلال اليوم وعزوان أستاذ الكريم وزير اتفاع الاحتلال ولديه شخصي من أيام التعديلات القضائية عندما أقال نيتنيو لأنه عارض التعديلات القضائية وقال أنها تمس بقضية الحريات والديمقراطيات وقضية أنها تطيل عمر نيتنيو واليمين المتطرف داخل الهد ويؤثر على قضية السياد داخل الدولة منذ ذلك الآن عاد وزير الدفاع إلى هذا المشهد بناء على 7 أكتوبر وهو الآن كان يظن هو وآيزين كود وجمز وجل على أن وجودهم اليوم هو ضمن معركة أو حرب من أجل مصلحة دولة إسرائيل لكن اكتشفوا بعد مئة يوم بأن حقيقة الأمر أن ما يحدث الآن في قضية غزة هو عبارة عن إطالة حرب من أجل أن يفقى بعض الأشخاص المشهد السياسي بمعنى أن آيزين كود وقلن كمعارض وقلن كوزير للدفاع عفوا بالعجل هم الآن يقاتلون أو يقيمون بإطالة أمر الحرب من أجل أن يفقى نيتنياهو وحزبه وبنجزيظة مترس على كراسيهم داخل الاحتلال أستاذ سامر أعتدر أنك سأعود إليك بعد قليل ولكن نشرك معنا أيضا الصحفية الفلسطينية ليلى حمارشا هاتفيا مرحبا بك يعني نبدأ بحسب مصادر صحفية هناك فتاة فلسطينية قد أصيبت برصاص قوة احتلال قرب ومستوطنة بزغوط شرق مدينة البيرة هل من معلوات أكثر بشأن هذا الحادث ليلى حمارشا سهل صباح هذا اليوم كان هناك عملية جديدة تنفذها فتاة فلسطينية بحسب ما دعا الإعلام العدري بأن إحدى الفتيات الفلسطينيات قامت بالاقتراب ودخول واجتياز مستوطنة بزغوط المقام على أراضي المواطنين في محافظة رامولا والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بزعم عملية تنفيذها لعملية طعن مباشرة رقوات الاحتلال قامت بإطلاق الميران اتجاه هذه الفتاة وإصابتها وفتت بالطفيفة بحسب مصادر عبرية كذلك الأمر حتى هذه اللحظة ما من معلومات دقيقة عن من أو يعني أتعرف على هذه الفتاة وتفاصيل تفاصيلها الشخصية ومن أين هي لكن هذه المعلومات القليلة فقط التي أوردها الإعلام العدري والتي أرفقها أيضا بمقطع فيديو مصور يوثق هذه الحادثة علما بأن الاحتلال كان من الممكن أن يقوم بعملية اعتقالها دون أن يطلق عليها النار نتيجة أو نظرا بالمسافة البعيدة نوعا ما بينها وما بين الجنود الاحتلال الذين كانوا يطرر صدونها ويطلقون النار صوبها المن بأن الاحتلال في الآونة الأخيرة خلال مثل هذه العمليات لتعمد الاحتلال قتل عمليات إعدام نيزانية بدم بارد وعمليات إصابة وفقط ليس للحلولة دون تنفيذ هذه العمليات ويريد أيضا قتل الفلسطيني بدم بارد وغشك المتعمد هناك أضرم بعض المستوطنين النار في معرض للسيارات برأيك ومن خلال متابعتك هل هذا التزايد في وطيرة الاعتداءات من قبل هؤلاء المستوطنين هي ممنهجة أم هي ممارسات فردية لا شك أن هذه ممارسات فعلي ممنهجة من قبل قوات الاحتلال مدعومة أيضا من حكومة الاحتلال وهناك وزراء صهاينة وأعضاء كنسة كانوا قد يعني تحدثوا أن هذا العضوء بضرورة تصليح المستوطنين وضرورة تحصينهم وضرورة دعمهم بكل السبل والأسائل الممكنة عندما يقومون بعمليات اتجاه الفلسطنين أو ضد الفلسطنين الاحتلال عادة لا يرافق مثل هذه الاعتداءات على سبيل المثال كما تحدث بأن عدد من المستوطنون فجر هذا اليوم تسللوا فيش الليل الى معرض للمركبات في قريص ببتين الى الشرق من مدينة رامالله قاموا بإضرام النيران في عدد من المركبات هذا أدى الى تضرر 12 مركبات بمعنى آخر هذه الخسائر تقدر ب500 الى 600 ألف شيكل وبالتالي هذه خسائر يعني يتعمد الاحتلال والمستوطنين أيضا بإلحاقها في الفلسطنين هل يمكن قراءة هذه الانتهاكات في سياق حديث نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين فعليا الاحتلال منذ أن قام يعني قبل 75 عاما وحتى هذه اللحظة يفعى لتهجير الفلسطينيين وإشلال المسوطنين واليهود بدلا منهم بعد جرد من أدف من المناطق الدول الأوروبية وبالتالي الاحتلال يفعى جيدا لتهجير أصل الصينيين سواء بعمليات الاحتقال الممنهج سواء بعمليات تنغيص حياتهم بسرقة ممتلكاتهم عندما يقومون باقتحام المنازل أيضا هذا بالتواجد مع عمليات الهدم التي طبعها الاحتلال منذ عام 2015 كسياسة أقاب جماعي خاصة لمن يقومون بتنفيذ عمليات مضاطة داخل الكيام الصهيوني وبالتالي كل هذه الانتهاكات الممارسة من قبل قوات الاحتلال على السلوخ بالتواجد أيضا مع الانتهاكات وأعمال العربة من قبل المتواطنين سواء بإحراج من تركات المتواطنين أو حتى بالاحتداء على مركباتهم عند الصرق الانتفاسية ويقومون بإلقاء الحجارة والتي تسبب في المؤخرا في إصاغة عدد من المواطنين وحتى بعملية إعدامهم بعد إطلاق النيران أيضا من قبل المتواطنين اتجاه الفلسطينيين أيضا فجر اليوم نشبت اشتباكات مسلحة عنيفة بحسب ورد من أخبار بين المقاومة وقوات الاحتلال في جنين هل من معلومات عن تطورات الأحداث حتى الآن في جنين فعليا قوات الاحتلال تقوم ليلة رهار بأعمال اقتحام ومنهجة لعموم مدن أبضفة الغربية المحتلة وقران ومخيماتها ولا شك بأن الشمال الأبضفة هي النقاط الأكثر حساسية والأبرز في شأن الاقتحامات يعني هذا يعود بحسب الدعاء الاحتلال نظرا إلى تواجد كمهية كبيرة من المطلوبين ومن يقول بأنهم مطاردين لديهم واليوم وقبل نصف أو ساعة من الآن تقريبا كان هناك اقتحام أيضا لمدينة نابلس واعتقال لأحد المطلوبين من بعد تفتيش مركبة وتفتيش للمواصنين والعدد بمحتويات بعض المنازل وبالتالي الاحتلال يتعمد اقتحام هذه المدن وخاصة كما تحدث شمال أبضفة بمعنى آخر مدينة الجنين ونابس ومدينة طول كريم هي الأخرى التي استعرض لهذه الاقتحامات وعادة ما تندل اشتباكات مسلح عنيسة ما بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وأيضا هناك تصدي وتطور ملشوط لأداء المقاومة نتيجة هذا ملحوظ على ما تنحق من خسائر مادية وبشرية في صفوف الجنود المقتحمين بإفقاء العبوات الناسفة التي أثبتت مدى فعاليتها في الأون الأخيرة خاصة في مدينتي تول كرم ومدينة جنين وبالتالي هذه الاقتحامات مستمرة وهناك عدد من الإصابات التي تقع بين صفوف المواطنين الفلسطينيين الذين تصدون مثل هذه الاقتحامات بالحجارة وحتى بالاشتباكات المسلحة كما حدث في عدد من القرى الفلسطينية في مدينة الخليل وهي الأكثر تعرضا لعمليات الاعتقال بحسب نادي الأثير الفلسطيني والتي وصلت حتى هذه اللحظة النصيات المادي الأثير إلى أن الاحتلال اعتقل 6 ألاف وأكثر من 6 ألاف واتثمائة شخص أو مواطن فلسطيني منذ 9 أكتوبر فقط وبالتالي قوات الاحتلال تتعمل إلى اتباع مثل هذه السياسة في بداية الأمر هو عملية رجع للفلسطينيين عمليتهم على سبيل المثال في التفكير في تنفيذ عمليات مقاومة أو حتى إخلاء الساحة الفلسطينية من المشطاء والمؤثرين في الشارع الفلسطيني هذا الليلة حمرشة صحفية الفلسطينية شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة أعود إليك من جديد سامر كنت تتحدث وتكمل عن ما يحدث في الداخل الصيني ولكن هل هذه الحكومة برأيكم قادرة على إقناع حلفائها بمزيد من الدعم ونحن في اليوم التاسع بعد المئة ولم تحقق أي هدف من أهدافها الاستراتيجية استهسار هذا هو العسك والداخل المجتمع كاسي كاسي المتحدث وبينقابير كانت أهداف فاضة يريد تدمير حماس يريد يريد القضاء على الشعب الفلسطيني تهجيره إلى الأهداف التي أعلن عنها المستوى السياسي بين المستوى العسكري وإنه يقوم بتنفيذ كأداة تنفيذية بتنفيذ المهام وتحصيل الأهداف هل قام المستوى العسكري بتحصيل أهداف المستوى السياسي هو الحقيقة اليوم أنه لم يتم تحقيق هذه الأهداف بمعنى هذا أول الشرق أول الشرق وأول الخلاف ثانيا هناك خلاف حقيقي أيضا ما بين أجلس العسكري يعني أيزينكوت وقلان على طرف ونتينياه وبنجابير وسموترش على طرف آخر في أيضا هناك خلاف ما بين وزير الدفاع ونتينياه قديم يعني السأر القديم أدثت بقضية الاستقالة التي تقدم بها وزير الدفاع في أيام قرار نتينياه في قضية التعديلات القضائية استقالة ثم أقال ثم عاد اليوم إذن أستاذ سامر عود نارد سأعود إليك وإلى مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل أهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة ضمن العدوان على غزة نعود إليك أستاذ جاد إسحاق في أثناء اجتماع لوزارة الخارجية للاتحاد الأوروبي أكد الاجتماع أمس أنه هدد بفرض عقوبات على إسرائيل وذلك بسبب استمرار هذه الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين أليس هذا برأيكم موقفا جريئا وغير معتاد من الاتحاد الأوروبي بالنسبة الاتحاد الأوروبي للأسف أي قرار في السياسة الخارجية يجب أن يحظى بالإجماع وهناك ثلاثة أو أربع دول من الاتحاد الأوروبي اعترضت على ما قيل بالأمس وهذه الدول اللي هي هنغاريا وألمانيا وتشيكيا ورومانيا بالتالي لن يكون هناك إمكانية لأخذ قرار حاسم فبالتالي يعني هم يعني بوريل أصدر النقاط العشرة خطة الرود ما باللي سماها بالعشر نقاط أتمنى أن يستطيع إقناع دول هذه الدول التي تعارض حتى الآن وأن يقوم ب اتخاذ خطوات عملية قالها بوريل بشكل واضح لا نريد أحاديث عن دولتين لا نريد أحاديث عن آفاق سياسية نريد خطوات عملية الخطوات العملية واضحة معروفة لماذا لا تقوم من 27 دولة بالتحاد الأوروبي لماذا لا تقوم الدول المعارضة نحطها على جن بقية الدول 23 دولة هناك دولتين أو ثلاثة تعترف بالدولة الفلسطينية لماذا لا تعترف بقية الدول وتقيم سفارات إلها في دولة فلسطين هذه خطوة عملية نريد أن نرى لا نريد أن نسمع طحينا ولكن نريد طحينا نفسه نريد أن نسمع خطوات عملية مقاطعة لإسرائيل لما تقوم به ننتظر قرار المحكمة العدل الدولية قريبا أن شاء الله سيكون لصالحنا لأنه واضح جدا ما تنتهكه إسرائيل وواضح جدا أن ما تم اكتفاسه في تقرير المقدمة جنوب أفريقيا هناك أشياء جديدة عندما قال بن قدير الإرهاب الكبير هو وزير الإسرائيلي عندما قال المستوطنين أقتلوا وسأقدم لكم الدعم ماذا يريدون أكثر من ذلك ماذا يريدون أن يفعلوا لستة الاف التي تحدثت فيهم الليلة بالنسبة للمعتقلين وماذا يجري في المعتقلات في المسالخ الإسرائيلية أكثر من خمس أسرى حتى الآن استشهدوا نتيجة للتعذيب ولغياب الرقابة ولمنع الصليب الأحمر من دخولهم أو محاميهم لزيارتهم لماذا لا يتحرك العالم ويقول شيئا بين النسبة أم أن الدم الفلسطيني هو رخص من الدم اليهودي نعم إذن من هنا أستاذ سامر نبقى في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبدو أن بنود هذا الاجتماع أيضا توافقت مع قرار الإدارة الأمريكية أو طرح لنقل الإدارة الأمريكية بضرورة إقامة دولة فلسطينية وإنها هذا الصراع ولكن السؤال هل سيوافق نتنياهو على ذلك وسط هذه الضغوط على المستويين الميداني في ساحات المعركة أو هذا العدوان وكذلك بكل تأكيد تطرف حكومة اليمين الحالية يمنحها من الغباء السياسي في تصريحاتها بأن تخدم الشعب الفلسطيني بطريقة غير مباشرة يعني اجتماع الذي حدث أستاذنا الكريم وجاء في سياق لا ينفصل عما يتم التصريح به من قيادة الاحتلال عن قضية ما قال به نتنياهو بأنه سيحتل ولن يكون هناك دولة فلسطينية لأن هذه دولة فلسطينية لن تكون بواجبة وفق السلام في المنطقة يعني سقوط الدولة الفلسطينية أو سقوط قضية حل الدولتين الذي توافقت عليه كل دول العالم من أجل انهاء القضية الفلسطينية وقضية إنشاء كيان جديد اسمه دولة إسرائيل ودولة فلسطين وخلصت منها القضية هذا نتنياهو يحاول أن يهدم أمام الدول التي تدعم هذا المسار وبالتالي انسداد الوفق السياسي الذي به نتنياهو أكثر من ذلك قضية جرام الترانسفير التي يقول عنها اسموتريش وبينجافير واللطمة التي وجهها وزير الخارجي الإسرائيلي بالأمس أيضا في الاجتماع عندما قال لهم دعونا ننشئ جزيرة في البحر ونقوم بإرسال أهالي قطاع غزة إلى هناك بمعنى هو يريد أن يقرد أهالي قطاع غزة كنوع من التهجير الثالث الذي عاشوا منذ 75 عاما ويضحهم في سجن آخر غير السجن الذي كانوا فيه منذ 17 عاما عبر ممرين بريات يصلهم بين بحر الأرض المتوسط وقطاع غزة هذه التصريحات الآن أصبحت مقلقة للرأي العام الدولي سواء بشعبية أو رسمية لأنه يعني صراع تجدد من جديد وسيكون له تأثيرات كبيرة بالسلطة الفلسطينية التي امتنعت عن التدخل بحكم أنها صاحبة مشروع سياسي كحل دولتين الآن الأفق السياسي لم ينغلق أمامها بل نهار هي تتغنب أيضا بأنه أسل نهار ولا زال موجود منه السلطة الحكم الذاتي أيضا اليوم يعدم كل هذه الحلول بمعنى الشعب الفلسطيني ليس له دولة والحكومة الفلسطينية غير موجودة فليعود الشعب الفلسطيني الذي يقوم من جديد في قضية الضفة الغربية بقربها من المدن المختلة أو بقربها من المصورات وبالتالي سيكون لها تأثير في الصراع القادم بمعنى سيكون هناك تفجر جديد في المنطقة ليس من الولايات المتحدة أو من حلفاء إسرائيل فلنتوقف الآن أيضا مع هذا التقرير المصور المقروء قليلا ثم نهود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مجددا مشاهدينا ضمن سلسلة متابعاتنا الاخبار المستمرة بشأن العدوان على غزة أيضا أستاذ جاد إسحاق بالحديث عن إقامة دولة فلسطينية نتنياهو كما تعلمنا موقفه يرفض هذه الفكرة وهذا المشروع أساسا ويرى أن تهجير الفلسطينيين هو الحل لديه ولكن كيف نفهم هذا الإصرار من نتنياهو على رغم هذا الإجماع الدولي بضرورة إنشاء دولة فلسطينية على ما يعول نتنياهو نتنياهو يعول على أن هو الذي يستطيع أن يفرض على الإدارة الأمريكية ما يريد وهو يعول على أن حتى الآن كانت الإدارة الأمريكية هي التي تحتفظ بكافة المفاتيح المتعلقة مع عملية السلام لم يكن هناك وجود لا للرباعية الدولية ولا للتحاد الأوروبي ولا لمجلس الأمن كان كل شيء مربوط ب أمريكا التي لا تعتبر هي شريك لإسرائيل وليست شريك وسيط لإيجاد حل وهو يعلم أن خلفه في أمريكا الأصهاين المسيحيين والجمهوريين وإيباك وغيرها من اللوبي الصيوني الذي يستطيع أن يفرض على أمريكا ما يريد وعندما تحدى أوباما وفرض نفسه وذهب إلى الولايات المتحدة وألقى كلمة في الكونغرس دون أي تنسيق مع الرئيس الأمريكي وهذه كانت يعني صفعة في وجه أوباما ونذكر أنه بايدن نفسه هذا الوزير الرئيس الأمريكي الحالي عندما كان مسؤول أيام إدارة أوباما كان هو مسؤول المفاوضات بين الفلسطيني والإسرائيليين لم يستطع أن يقوم بأي خطوة صغيرة مثل مثلا تجميد الاستيطان بالعكس كان كل ما يقوم بزيارة إلى هذه البلد إلى فلسطين أو إلى إسرائيل كانت إسرائيل تقدم له طبق من مشاريع استيطانية توسع الاستيطان خلال فترة بايدن أكثر من أي فترة من المبعوثين الأمريكيين لعملة السلام فهو يعول على هذا ويعتقد بأن باستطاعته أن يسوق نفسه في داخل أمريكا ويدغط على أوباما لأن أوباما إنسان ضعيف وكل المؤشرات وإستطلاعات الرأي تقول أنه كانت ضحية الأولى للحرب على غزة أيضا أستاذ سامر وسط الحديث داخل الكيان المحتل عن صفقة أو هدنة نرى المقاومة الفلسطينية ترفض هذا الحديث قبل إيقاف هذه الحرب أو هذا العدوان وهو ما أكده أيضا أسامة حمدان أمس إلى ما تستند المقاومة في إثبات ذلك هل ستنجح في ذلك برأيكم يعني المقاومة لا زالت سنة يوم بعد يوم كريم بمعنى الوافع والحفظ على الأرض الوافع التي تنتج إذا ما قرأنا الأيام الأخيرة من الثلاث حتى الأمس وحتى هذه اللحظة هناك 25 قتيل من جنود الاحتلال في عمليات نفذتها المقاومة هناك إطلاق لقذائف على مدببات وتهداد كاليات وتحكدات المناطق التي يعلن الاحتلال المسيطر عليها لازالت اليد العليا للمقاومة في تلك المناطق للمقاومة الفلسطينية القاسرة الصعب للمقاومة هي الشعب الذي يتبقى بقدر ما يصمد الشعب الفلسطيني بقدر ما تبقى المقاومة على جهوزيته في مواجهة هذا العدوان لكن الحقيقة أن الاحتلال هو الذي يحتاج هذه البنة في هذه الأيام عدة عوامل العامل الأول الطرف التي تلقها بالأمس هي طرف ستؤثر على معنويات الجنود بشكل فضيع جدا بحيث سيكون الجندي لا يعرف من أين سيكون خطر هذا أولا ثانيا سيؤثر على عائلات الجنود المشاركين سيؤثر على عائلات الأسر المحتجزين بأن الجند الذي أرسلناه ليعيد أبناء لا يستطيع حماية نفسه في خططة غزة والرأي السياسي العام الذي يتشكل هو أن الذي يقوم بهذا العمل هو من أجل مكتب سياسي لا من أجل الدولة والمواطن الإسرائيلي بهذه المعادلة أضف إلى ذلك الخسار على قضية الأمن والسمعة الخسار على قضية الذين يعيشون بعيدا عن منازلهم وانعدام الأمن يضل كلها ضغوطة يا أستاذ سامر إذن في آخر دقيقة ونصف أستاذ جاد وسط هذا الحديد داخل كيان الصهوني عن أيضا صفقة لتبادل الأسرة هل تعتقد بأن الصوت المطالب في الداخل الصوني في بيقاف الحرب أيضا يعلو لدرجة ربما قد يرضخ إلى هذا الصوت نتنياهو أعتقد أن هناك موقف واضح بالنسبة للجنب الفلسطيني لا نريد هدى طويلة أو قصيرة ولكن نريد وقف الحرب ونريد انسحاب إسرائيل إلى ما بعد إلى ما قبل سبعة عشرة أما بقاء قوات الاحتلال في داخل غزة والحديد عن هدن شهر شهرين هذه المبادرة التي يحاول نتنياهو تسويقها فيبضاعة غير مقبولة على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب الإسرائيلي وعلى المجتمع الإسرائيلي أن يعلم أن الحل الوحيد هو أن تقوم الجماهير في داخل إسرائيل إذا أرادوا الحصول على أبنائهم من المختطفين أحياء فهناك حل واحد الحل هو وقف اطلاق النار انسحاب الجيش الإسرائيلي والعمل على مصار سياسي يؤدي لإقامة إقامة دولة فلسطينية بناء على الشرعية الدولية وحدود الرابع من حزيران سنة 67 من الضفة الغربية إذن سجاد إسحاق مدير معهد الأبحاث التطبيقية شكرا جزيلا سجاد شكرا وكذلك أشكر ضيفية من إسطنبول سامر عوض كاتب والمحلل السياسي الفلسطيني شكرا جزيلا شكرا جزيلا وشكرا جزيلا وشكرا لكم مشاهدين الكرام لهذه المتابعة المستمرة من الرافدين بشأن العدوان على غزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا